السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم شاء الله نشترك معكم الخبز بالخميرة البلدية وبالدقيق القمح الصلب الكامل كيف ما اطلبتوا مني اتمنى ان شاء الله تستمتعوا بمشاهدة هذه الفيديو وتفضلوا معي باشتهو تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله هنا استعملت دقيق القمح الصلب الكامل يعني مغرب بلدية القمح زولت لغي ديك يعني نخالة اللي كتكون غليظة ديك القشرة اللي كتكون غليظة صافي وخليت نخالة اللي كتكون رقيقة هنا اخذت الخميرة البلدية كاملة كيف ما كيف العادة يعني هكذا كنعجن اه وبالنسبة لطريقة ديال تحضير ديال الخميرة البلدية اللي بقي ما شافهاش هنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالها اسفل هاد الفيديو يعني كناخد الخميرة كاملة ومن بعد كنعجن كنعود نزول واحد القطعة ديال الخميرة اللي كنخليها يعني المرة القديمة يعني هاد طريقة هدي كتجي عملية وسهلة وبالنسبة الاخوات اللي ميكي عجنوش كل نهار ممكن انكم تبقى وتضيفوا لهديك الخميرة اه يعني معلقة او ملعقتين ديال اه الدقيق باش كتحاولوا تجدوها وكتبقى المضاق ديالها مزيان وبالنسبة الخميرة البلدية تقدروا تاخدوا منها واحد شوية يعني تديروه ماسك الوجه ديالكم ممكن يعني تديرو به فطائر ممكن تديرو به البريوش ممكن تحضرو به شحل من حاجة يعني را هديك الخميرة البلدية را نبقى ونستعملوها دايما في المطبخ ديالنا يعني را كتبقى كتجدد يعني كل ما بحال دبا مثلا لك اننا غناخد غي واحد شوية بحال دبان الخبز ولي كندير لي هالطريقة اما يلك انت غنعجن غيه ارغايف مسيمينات ولا ولا بريوش ولا شي حاجة كنناخد غيه شوية منها ولي كيبقى كنزيد لي شوية ديال دقيق وهي ملا بغيتو طرق اخرى معليكم الا ان شاء الله غدا نحاول نخلي لكم الروابط ديال الفيديوهات الاخرى وهد دقيق ديال القمح كتعجن بهالطريقة لان كل دقيق وكيفاش كيتعجن كل نقدرون خلطوه للا بالنسبة لدقيق ديال القمح يعني ممكن خلطوه مع الفارينا او ممكن انا نعجنو غيب وحده كيجي مزيان حتى بوحده وكيجي من فوق وكيجي طيطب وكيجي زوين ملديد في المعداق بالنسبة الاخوات اللي كيقولوا لي بانا كينينش وحدين اللي قالوا لي بانا الخبز ديال القمح عمرو كيجي من فوق كيجي من فوق غيتبعو جميع المراحيل انا متأكدة اللي كيقولوا هكدا كيكونوا شافوا الفيديو غي في اللول ما شافوش يعني ما حاولوش يتبعو واحد طريقة تبعو واحد طريقة يعني ما تخلطوش طرق تبعو طريقة واحدة وان شاء الله غا تنجح ليكم بالعكس انا في الصالح ديالي انا نحط لكم او وصفات ناجحة على كلين انا يا متبعين يعني اخواتي او صغر مني كيوكي طبقوا هما اللولات اللي كيطبقوا الواصفات ديالي ولادي مني كيباو حضروا شي حاجة كيمشيوا القناة وكياخدوا الوصفة وكيحضروها يعني ما كيناح تشي وصفة اللي محطوطة ومخشوشة اه صافي هنا خديت واحد اه القطعة عن ديال اه الخميرة البلدية وغدا نحطها في القرعة وغدا نخليها يعني سبحان الله ده بالمعلومات والتي موجودة في انترنت اي واحد لبغا شي حاجة ممكن يبحث عليها كيني نكتب كيني نكتب مختصة في اه طريقة ديال تحضير ديال الخميرة البلدية ان الخميرة البلدية راه قديمة من العصر الفراعنة كيقولوا بانه هي هما اللي اكتشفوها يعني خلطوا دقيق وماء ومن بعد لاحظوا ان يعني الخليط يتخمر ومن بعد فكروا بشي طيبو يعني خميرة مشي غي عاد اختار عناها رغي دبا اه يعني غيحنا راحنا معطلين بالعكس احنا معطلين باش اه باش بدينا كن يعني كنقلبو على السرعة وكيني تقنيات اللي نقدروا فعلا نحتبل الخبز ديال الخميرة البلدية ممكن اننا نحضره بطريقة سريعة مهم دبا خديت معلقة ديال اه زيت الزيتون ومعلقات قريبا ديال النافع وممكن انكم تنسموه باش مبغيتو الى كنتو غت عجنوه يعني بنهار وبغيتو اه يتبلك اه يعني يخمر بسرعة ما عليكم الا انكم تزيدوا لي شي حاجة حلوة يعني اما التمر اما العسل اما الخروب اما يعني ام يعني الحموس الحموس عنده المدق يعني مزيان او الفول او اه ممكن هادشي كيساعد على التخمر ممكن الى عندكم يعني الريب او البن اللي عارفين بانه يعني موتوق يعني بلاسة مزيانة ممكن حتى هو تستعملوه تهوك يساعد على التخمر وكيسرع لنا عملية التخمر واللي كيجي ساهل يعني ممكن تستعملوه تهو الدبس تمر الدبس تمر قد رخلي لكم ان شاء الله رابط ديالو ممكن تحضروه في البيت او تشريوه جاهز لا تعرفوش احد كيبيعوه مزيان وبالنسبة الدقيق ديال القمح يعني كيبغي يتدلك كيبغي يشرب الماء يعني را كل دقيق والتقنية ديالو يعني كل دقيق وكيفاش كيتحضر اه الدقيق القمح يعني ممكن نعجنوه خيب وحده ممكن نخلطوه مع الفالينة وكيف ما شفتو معي انا ده باك نقرر شو بشوية بشوية وبالنسبة الاخوات اللي عندهم العجانة يديرو نفس طريقة يعني يجمعو العجينة بالعجانة ومبعد يبقاوا يقطرو يعني مرة مرة يقطرو لها واحد القطيرات دياللمة يعني رشوها واحد الرشات دياللمة وخليو يعني العجانة تدلكها انا عجنت لكم باليد لانكم طلبتو اه وصفة ديال الخبز العادي اليومي بطريقة مبسطة وسهلة كاي اللي كيقول مستحيل ان الخبز ديال القمح يجي المنفوخ حتى شي حاجة ما مستحيل يعني اي حاجة كتطلب بحطو صبرو اللي بغينا نحصلو على شي نتيجة خسنا ضروري انصبرو ونحاولو يعني نبحتو حتى نتعلمو سافي ولكتخبطوها يعني بهالطريقة هادي يعني ممكن اتعجنوها حتى بهالطريقة هادي سافي كيف ما شفتو معي انا رقيت كن نرش لها كل مرة كن رش لها واحدة رشيشة ديال الماء وكن عودها كنخليها تشرب 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 حتى كتولي دياليك العجينة ارطي طبع يعني كننقيسوها ارطبا وكتكون شوية كتلتاصق باليدين هي المشكل ديال هاد العجينة هالي بهالطريقة هادي هي انها كتجي شوية صعيبة مني كندون نجمعوها ولكي اللي كان بغو نقرسوها ولكن كنستعملوها الكيمياء كبيرة ديال الدقيقة كتعاوننا باش كنقرسوها هي هاد طريقة ديال هاد العجن هاد يعني العجينة تكون مرخوفة كتجيب لنا العجين دك الفوقعات اللي كيكون كيجيب لنا الخبز يعني فيه فوقعات من الداخل كيجي ارطي طب وكيجي اه يعني كيجي من فوق كيف ما كيقولو يعني كيجي بحلس فنجمل داخل اه غي هي مني كان بغو ننقرسوه ما كان نضغطوش عليه يعني اللي ضغطو عليه اه معلاجينة مرخية في الطرقة يقدر يجيكم مرقيق وما يجيكم شرطة واحد المسألة حتى هي مهمة متخليوش يطيب في الفرن حتى يكرم كيلي كيخلي عو تاني الخبز يطيب بزا في الفرن يعني بحل داب الفرن خاصو دائما يكون سخون يعني كيف ما كان ضروري خصو يكون سخون سافي هنا كيف ما شاهتم معي انا دابا كملتها في دليك سافي اعطتني دابا نتيجة بالنسبة لي انا مرضية سافي بحل هكا كنضغيها العجينة كند هنا بزيد الزيتون باش ما تلصقش ليه ولكنو خاكك ركتل الصق سافي وغدا نغطيها كنجمع شوية القصرية ديالي لانه غدا تباتل الليلة كاملة وكيف ما قلت ليكم راني اعجي انتغي بالماء البارد سافي وكيف قلت ليكم كناخدوه واحد شوية ديالي لدقيق يعني الدقيق الكامل باش عجلناها وكنقرسوها به سافي كيف قلت ليكم غدا عن مسح دابا القصرية بحل هكدا باش كتبقى باش ما يكرمش ليه دكشي في الليل يعني معا غنغطي انا حاولت يعني ابسط الاشياء يعني خليتها ليكم في القصرية كيف ما طلبتو مني يعني باش ما يجي حتى شي حاجة صعيبة بالنسبة الاخوات اللي طلبوا مني هاد الفيديو اه وإلا ممكن انا كنت تخليوها في بواطة او تخليوها غيف العجانة لكن تغطي عجنو كيمياء صغيرة نبعت المرض كان عجن في العجانة وكنخليها غيف هادك البول ديالعجانة كننوم مع الصباح كنلقاها فاضة عندك شي باش دابا العجانة وليس كان عجانيه لعجن شي حاجة صغيرة يعني شوية ديال الخبز كيف ما شفتو معايا تبارك الله ما شاء الله هي صبحت خامرة يعني دابا اه يعني الجو زوين دغاية كتتخمر العجينة وملي كتخمر لنا بهالطريقة يعني فاش كنخمرو هالمرة الثانية بحال هادا ديال القمح اصلا هو الخبز ديال القمح القمح يعني البلدي اه كي دغاية كيخمر يعني ما كياخدش بزاف ديال الوقت ديك النخالة كتساعد على التخمر ديك النخالة اللي فيه يعني كتساعد على تخمر طبيعي بلاش ما نزيدو لي حتى شي حاجة يعني انا هادا كزيد السيتون والنافع يعني زيتون غي على ود المضاق ودك زيت زيتون حتى وك يزيد واحد الهاشاشة طافي كيف ما شفتو معايا غدا نشكل كويرات عاديين ما غداش نقرسهم هانتو ما غنحطهم هكدا هكدا يكونوا منفوخين إلا قرسناهم مع العجينة مرخية غدي يجينا الخبز رقيق وما غداش يجي يقدر ينشف لنا في الفران طافي كلهم غدا نقرسهم هكدا يعني بها الطريقة هادي وهاد الخبز هادا نقدرو نحضرو بي هادك بوشيار اللي كي كل واحد كي باش كي يسمي كي يقولي شيار كي يقولي بوشيار مهم كيف ما شفتو معايا غنخلي هاتخ مرغي نصف ساعة ونطيبها بالنسبة الطريقة انا غي تقبتها غيب هادك يعني شكلت في هاتو قد غيب هادك الكوردون سافرة كي برنو ليكم هاتو ما كتشوفو يعني دخلتهم في فرن ساخن درجة دي الحرارة ديالو يعني اعلى درجة عندكم انا ميتين واربعين طيبتهم في ميتين واربعين سافي حتى تحمرو يعني ممكن ترشوهم بواحد الرشاج ديال المامني كي قربو يطيبو يعني كتجي الطبقة كي يجير طيطة كي يجي زوين هو هادك القادية ديال الماء كتسديرو واحد تسطحن يعني فيه الماء من اللول هادك باش كي يجي نان ديك القشرة كتجي ناء مقرمشة اما إلا بغيتو عي باش يتحمر ليكم حتى كي يقربه طيب وكررشو بواحد شفية ديال الماء باش كي يجي اللون ديالو ذهبي كيف ما كتشوفو انتو ما كي باش جا من الداخل يعني جا فيه تقب من الداخل ولا بغيتو انتو ما تشرطوه يعني بالموس بالسكين يعني ممكن تشرطوه شوفو كيفاش كي يجير طيطة وكي يجي فيها يعني تقب من الداخل كي يجي يعني بحشي سفنش تمنى ان شاء الله انكون يعني شرحت يعني كون عطيت الطريقة ديالي في العجن وفتح دير هاد الخبز يعني بالحدافير ديالها وتجربوا هاد الوصفة هادي وترجعوا تكتبوا لي تعليق كيف العادة اللي يجازيكم بخير اللي كتخطو من وقتكم وكتجاوبوني من اللي كتحطروا شي وصفة اللي يجازيكم بخير كنفرح بزاف ما تخيلوش حال كنفرح من اللي كي يجرب شي واحد الوصفة ديالي واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسوا بانني احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا